موسيقى رحب موسيقى أموري حضرتك قولي لي يا رحب أنت بقى لك قد إيه شغالها هنا؟ يعني سنة ونص تقريباً هو في حاجة؟ فين بقى لك سنة ونص بتسرقيني؟ أنا؟ أنا أسرق حالتك إزاي تقولي كلام زي ده؟ أنا ما عملش كده أبداً ولما تأخذي حاجات من المحل واتباعيها لحسابك يبقى اسمه إيه؟ أنا مخدتش حاجة والله العظيم إذا كنت أنا شفتك بنفسي أنا شايفاك مبارح بتدي ميك أب لبينت جاتلك حصل بقى أولا ما حصلش؟ حصل بس حضرتك فهمة غلط اللي جات دي تبقى أختي آية؟ آية؟ وأختك؟ ده أنتو عصابة بقى؟ افهميني حضرتك أنا أخذت حاجات وبلغت السوبرفايزر إنه يخصمها من مرتابي آخر الشهر يعني حتى مش فري سامبلس وحضرتك تقدري تتأكدي بنفسك والله العظيم هو ده اللي حصل طب قليلي هي أختك سماعي؟ آية آية أختك دي بتشتغل إي؟ يعني خليها مهتمة بميك أب غالي قوي كده لا هي لسه في الجامعة بس يعني بتحب تهتم بشكلها وسط زمايلها وكده أصلها طول عمرها دلوعة البيت يعني طب تمام روح إنتي يكملي شورك وما تزعليش من اللي أنا قلته لك حصل خير وأنا برضو كان المفروض أبلغ حضرتك عموان لو حتكت أي حاجة بعد كده أنت أو أي بيقولي لي هم؟ فالطمام على إيه؟ ماينفعش طبعا العيال كبرت خلاص ومخول اللي واحد فيهم يوز البلد كرايا ناصر تاني ماينفعش أخذ عليك يا سيد يعني أنت عايزهم يكملوا عشتهم بقطعين عنده أهربوهم وبعدهم بقى إحنا اللي هنحلوا هنرجع نربطهم من جديد وقلنا ماينفعش مليون مرة منفتعش بقى السيرة دي تاني قبل صعبت علي ياسي انت مصعبان علينا كمان اللي هو فيدي أكرام له ميت في سريتهم وعايش جواه وبقى أحسن ما يكون عايشوا قدامهم وميت قدام عينيهم اسمحي بس الكلام وعليه اللي بالتقدي لو عرفت إن أبواتك المخدرات ومحموس العمرة ده كل ممكن تموت فيها ولا رحاب دخلي برحاب دي جالة عدلة أهل العريس لو عرفوا إنه ثوابه هيحصل مصيبه وإن البيت بتاعنا الكبير الدكتور بتاعنا لو رح اشتغل ولا توظف فهي شركة وعرف أبو مين تبقى مصيبة أكبر يا ناصر اسمحي الكلام أنا ش بعمل كده عشانهم هما بس أنا بعمل كده عشانه وقبل بينهم لو عاين من دور رحلوا السجن وكسروا بكلمة أبوكي فعلا ممكن يموت فيها اسمحي كلامي محياتي النبي يا ابني سائع عليك النبي حاول تسلكها بسرعة لحسن أنا خلاص طب إنت حملي شكشاكة ألف سلامة يا عماطية أنا خلصت خلاص صحيح؟ معقولة يا ابني مش بقولك يا ابا الدكتور أحمد إيده مفيش ضايح نيتها عندك حقيقة يا بطة يا بنتي بتسلمينك يا عمال يا ابني خلاص يا ابني معليش أنا مش قادر أقوم لا لا ما تتعبش نفسك عماطية حنيت مرتاح استأذن أنا بقى كده على طول من دار ما تشرب حاجة؟ معليش مرة تانية بقى انت مكنت عايزك في حاجة كمانة اه طبعا لو لي خاطر عندك اه أكيد كنت عايزة اشتغيلك في واحد عمال يبص علي للنهار لما هيكلني بانيه ازاي يعني؟ صوري على الفيسبوك داخل عليها للنهار لما هيمقق عين وفيها كده كنت عايزك بقى تساعدني تخليلي الحزاب بتاعي خصوصي برايفت يعني بتعرف؟ اه 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 بعرف اه 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 دخولي علي كده ما انا داخل هون هدخل هنا ايه ده يا حمن؟ فيه ايه؟ لا ياسف كده تسعالني منك؟ لا ياسف ياسف الله العزيز خلص، عنيزنا شفت دي؟ حبا، فين الصورة الجامدة دي؟ حافة مازيكا في المعادي، كنيون طحفة المدعم حلو قوي أسلم، في مكينكل، بندريلان مساء النور، أهلان وساء الشريف أعمل إيه؟ الحمد لله، بباركت أنت ممتم؟ الحمد لله نادا؟ شريف آية، صاحبتي في الجامعة، يد هاي، زي كيف؟ إياد دا بقى أدع وقصي على واحد الشلة بتاعت زماني لا لا لا، سياعة دي زماني يا معلم الحمد لله، كده أنا تمام وما فيش سياعة والأستاذة مزبطة كل حاجة هاي فعلا؟ أيوة طبعا ستقوش دا بيجبر أنا؟ آه يا ننا لا لا، شكت الحكاية كبيرة قوي 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 أمات أنا سيجات براحتك، وخليني أشوفك إن شاء الله مرصي باي باي يعني بيت في بيتكو، واسبحت زورت أبوك، ولفت قضيت مشاويرك، وفي الآخر افتكرت أم أمك، ستنان سنتا شقر على أمك، هروح شقر على أمك واجه راح فيني يا سيد يا بيت الغباوة دي؟ ما ترحمني وترحم وأمي بقى يا سيد ما تثبطي يا بيت؟ زبط يا ابن جدال، بس مش عارف أعمل إيه ولا عارف أخرتها إيه أخرتها عسل إن شاء الله، بس انت إيه دي كده وفريد وشك عشان الدنيا تمشي هعمل إيه؟ عايد في قلبي يا سيدي الناس، بس مش عارفة، في حاجات في قلبي كده عمالة غزة وتقولي يا بيتك ما تفرحيش، لا حسن تبطش على بوزك رجعنا تاني اللي ما بوز، يا بيتك ما بتعفش تفرحي، بعدن خلاص، إحنا زينا من حريم الشكر ولو حتى ما زيبتش، برضو راضيه، كيفان أنا عايش أبضلك؟ يا بيت انت في ضلي من ساعة معيني وقيت عليك، بكتوب على أسم، بعدين بو خرست له أعيل ولا عويل وكلمته بتمشي على الجل يعني نهدى كده وخامسة عقل عشان الدنيا تهمشي عشان تفرحي قرية بيتجاب دي يا سيد؟ يا دي النيلة اهو، مش حانة يا سيد، ده انت الحاجة اللي بتفرحني، انت اللي مالي علي دنياتي ماذا تكلم الحاجة؟ في خباوة تاني؟ لا مفيش بقى حتي تنجدوا مع الشاهدان جاتوا بس مسببا ماشي، ماشي بالسلامة انت أخوة ها إيه اللي حصل؟ ده عيل من طلون هو اللي باع الفرش لمعود وخمه فيه كمان بحب يصرفه، باعله الزبون ياه كمان كروديا، ورايح بيع فقه والسلطان هيضيع نفسه ابني الكلب ويلطني معاه كل ده عشان خاطر كيفه النجس يولطي مين يا معلم؟ انت معافك كبير قوي، انت في حتة تانية اسمع يا طي نسمع انا مش عايز عينك تغفل عنه تجيب لي قطر وقهول بقول حصل؟ انا مش عايزه اقرب من المخطرات تانية اقفل علي اي سكة انا اخليه شمش مع النفس ملقهوش هو انت لست هنا؟ مش كفاية بقى كلام في الشغل ولا ايه؟ هو هيبقى جوا وبرا؟ طبعا معلمي، تمرش بقى حاجة لا، السلامة انت يا طيب ايه تفضل يا سيدي؟ الله، سلم ايدك يا سلطان تتعيش بالجيب يا اخوي ايه راعيك بقى؟ هتاكم من رقابتي حتة لا، يا واحي لانا هي لو قالت من رقابتك يا فضل سلطان اياك يا واحي طب الراحة يا معلم بالراحة الله هقدقلك مشوكيني دقني؟ طب عليها النعمة ان انا واخد دقني الصبع منون عشان خاطرك طب ما تاخدها تانية؟ لا، التانية تانية التانية انت مولعه يا معلم امول ايه؟ طب انت بزمتك عمرك شفت حاجة بتولع لوحدها مش لازم كل حاجة تولع حاجة تولعها يا امول ايه انت تعالي بس كنا بنقول ايه؟ بتقول ايه بس يا معلم؟ كنت بتقول ايه بس يا معلم؟ اه بابي الخبر يلا راح يشوف امين؟ السلام عليكم هاش من جافك يا سي صلاح الفبروك يا ستة العرايس الله يبارك فيك يا ابن بوذي ايه يا ابا؟ ده انا غيبت سنة عنك جاي دي يا صلاح جاي تطمن عليك وتطمن عليك بس ما كنتش هسد ان انا هرجع عليك تجوزت اللي دي جوزت كما يا ابو سلطانه؟ ستة ولا سبعة؟ ويطرة دخلت ولا لسه؟ جراني الكيات انت مهيس وجاي هتشعوز علينا وليه لك بالزبط؟ انت مربين يا ابو صلاح وعارف انا لو متشعوز اهد الدنيا جراني يا صلاح ملك يا اخويا ما بالحب؟ واللي هي اما اتبعتك لعناي عشان تطلعك اللي دخل امه في حكازها دي اخفي جوه يا الله لا دكر يا ابا دكر يا ابو صلاح اتلع برا صلاح ورجلك ما تهوبش المطرح حين تاني يا ابا افهم حرام عليك مش كل يوم في حضن مرة شكل والاسمه بيزغرطولك وبتطلع تنام يا ابا الناس بتتكلم عليك وحش بيتكلموا عليك وحش افهم برا ايه بالكلب يا وسخ؟ انا اللي وسخ برده يا سلطان اخلص على برا اخلص على برا اخلص يا مرة برا اخلص على برا ماشي يا ابو سلطان الكلام مخلصش بس اعتبره حصل